لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات فضلا وليس امرا اثار احد الاشخاص الذي ظهر بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية الاسبوع الماضي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم ربط عدة احداث غريبة وقعت اثناء تلك الزيارة بذلك الشخص المجهول والذي طرح العديد من التساؤلات وقد اظهرت عدسات الكاميرا في بعض الصور التي تم التقاطها لهذه الزيارة كيف ان شخصا غريب الاطوار كان يرتدي نظارة سوداء يقوم بحركات غريبة ويحاول الاقتراب من الامير محمد بن سلمان وحارسه الشخصية كما اظهرت الصور ان الرئيس الروسي كان ينظر اليه بين الفينة والاخرى ويحرك رأسه من دون ان يلفت انتباه من كانوا يسيرون معه عند دخولهم الى القصر الملكي وما زاد من غرابة هذا المشهد هو ان الامير السعودي محمد بن سلمان اصيب بوعكة صحية رفقة حارسه الشخصي مباشرة بعد انتهاء الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعندما كان ولي العهد السعودي يهم بمغادرة المكان على متن سيارته الخاصة لم يشتغل محرك السيارة رغم محاولات السائق المتكررة ليلجأ الحراس الشخصي لمحمد بن سلمان الى احضار سيارة اخرى من الحذيرة الموجودة في القصر الملكي وقال بعض الشهود العيان ان ذلك الشخص كان غريب الملامح حيث لاحظوا في الفترة التي نزع فيها نظاراته ان عدستي عينيه سودويتين تماما مثل التي نشاهدها في الافلام كما انه لم يفارق بوتين ابدا منذ ان نزل من السيارة بالرغم من ان شكله لا يوحي بانه حارس شخصي وعند انتهاء الاجتماع صارع بالعودة الى سيارة الرئيس وحيدا ليلحق به الرئيس الروسي بعد دقائق وقال بعض المتتبعين ان هذا الشخص الذي احدث جدلا واسعا في السعودية وعبر وسائل الاعلام قد يكون جاسوسا روسيا تم احضاره خصيصا لمهمة معينة في السعودية حيث يرجح ان يكون قد استعان بادوات جد متطورة اثناء تواجده في السعودية من اجل الحصول على بعض المعلومات التي تحتاجها المخابرات الروسية لكن البعض الاخر استبعد ان يكون جاسوسا وقال بانه يمكن ان يكون حارسا شخصيا من نوع خاص لكي يضمن حماية الرئيس الروسي كون الطرف الروسي لا يثق في كل ما له علاقة بالولايات المتحدة الامريكية يذكر ان هذه الزيارة التي قادت الرئيس الروسي الى السعودية عرفت توقيع عشر اتفاقيات مع السعودية بقيمة تزيد على ملياري دولار ومناقشة اتفاق انتاج النفط الخاص بتحالف اوبيك بلاس كما وقع الطرفان عدة اتفاقيات في قطاعات تشمل الزراعة والسكك الحديدية والاسمدة والبيترو كيمويات حيث بلغت قيمة احدى الصفقات 700 مليون دولار